يوسف ايمن تعال بقى اقول لك شوية حاجات عن يوسف ايمن حلوة اوي اوي بص هو على مستوى الارقام على مستوى الارقام اللعب ده كان تاني افضل معدل في قطع الكرات مع الدحيل الموسم اللي فات تاني افضل واحد يقطع كرات في الدحيل الموسم اللي فات بمعدل 1.4 لكل مباراة في التدخلات النجحة يعني التدخلات النجحة كان تاني اعلى لاعب في الفريق 2.1 لكل مباراة تدخل ناجح ده في التدخلات النجح شاطر هو في ايه بقى اللي يعجب مارسل كولر انه في الكرات الطولية هو اعلى لاعب في الفريق اعلى واحد بيرسل كرات طولية في المباراة الوحدة بشكل صحيح معدل اديه بقى 5.5 يعني تقريبا 6 كرات طولية صحيحة يعني ايه كرات طولية صحيحة يعني بتوصل لرجل لاعب انا هرفق هدي الكرة كده قال ايه بطفشها انا ما بطفهاش مش بطفشها يعني برفقها عالية وتوصل لرجل واحد عنده دقة في الكرات الطولية هكده توني كروس طبعا مش توني كروس عشان عبا بيتمسك الكلام ده عارف انت الناس اللي بتعمل كرات طولية دوت وبيبع فيها دقة علي الراجل لا بيعرف يعملها كمدافع يعني طيب عنده ميزة مش موجودة في مدافعين النادي الاهل ميزة بتاعت ربنا يعني الراجل لا طوله مية وتسعين سانتي مية وتسعين سانتي محمد عبد المنع عش تبعارف مية تسعين سانتي محمود متولي مية سوعة وسبعين سانتي ربيع مية تلاتة وتمانين سانتي ياسر ابراهيم مية خمسة وتمانين سانتي هو اطول واحد في مدافع النادي الاهل كلها اذا باختصار شديد باختصار شديد يوسف ايمن بيعمل كرات طولية بشكل رائع جدا بيشتغل على القصير بشكل كويس جدا وبيقطع الكرات بشكل كويس جدا وطويل جدا مية وتسعين سانتي هو اطول واحد في مدافعي النادي الاهل